السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن ضوابة امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل مع بعض كده ونعرف التفاصيل واحدة واحدة أول حاجة تعقد امتحانات صفوف النقل منفصلة لكل مادة وليس مجمعة الإدارات والمدارس تضع أسئلة امتحانات النقل أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية جماعة تعقد من خلال مدريات التعليمية يعني كل إدارة تعليمية هي المختصة بالشهادة الإعدادية وليس على مستوى الجمهورية وبالتالي تعقل امتحانات النقل بالسنوية العامة في المدارس وتتم امتحانات النقل بالسنوية العامة على التابلت إلكتروني أسئلة أولى والتانية سنوي بتقص الفهم وهتبقى عبارة عن اختيار من متعدد توضع الأسئلة من مركز القومي لامتحانات مفيش امتحانات تحريرية من كيجوام حتى تلتة ابتدائي كل الضوابط اللي احنا قلنا عليه ضوابط امتحانات الفاصل الدراسي الأول تطبق على جميع المراحل اللي احنا قلنا عليها يعني من كيجوام لحد غير تلتة ابتدائي ما فيش امتحانات ربع ابتدائي هتمتحنهم خمسة إن شاء الله هيبقى عبارة عن امتحان عشر أسئلة وهايبقى سهل جدا إن شاء الله بالإضافة إن خمسة وستة ابتدائي هتمتحن النظام القديم عادي امتحانات عادية منفصلة ولايست مجمعة وما فيش فيها بقى اختار لا امتحانة عادي زي السنة اللي فاتت مش المجمع اللي قابله واولى والتانية والتالتة عادية لامتحانات برضو عادية المتعربة إيس الفهم ده كانت آخر ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي لو في جديد هنتبه مع بعض على قناتكم قناة اجيال اندوس و اجيال اندوس تيفي وعلى صفحتنا يحدث في التعليم تابعنا واشترك في القناة حتى أصدق لك أقول لك كل جديد إن شاء الله في أمان الله اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات وإيضار لا تنسى دعمنا بلايك